الآن سنتحدث عن البيج بريك ولكن ما هو البيج بريك؟ البيج بريك هي عملية الانتقال للصفحة الثانية أو تحديد ما إذا كانت الصفحة الحالية لا تسعى المحتوى الجديد أو الإضافي ففي هذه الحالة سنقوم بالانتقال للصفحة الثانية مثلا حاليا الآن فقط لدي سطر بهذا الشكل ولدي صفحة بهذا الشكل الآن إذا أرجت أن أضيف سطر آخر لا يمكن البقاء في هذه الصفحة لأن الصفحة ما راح تستوعب السطر الإضافي لذلك لازم أسوي بريك لهذه الصفحة وأنتقل لصفحة أخرى وهكذا هذه هي عملية البريك حسنا هذه هي البروبرتيز أو الاتريبيوتز أو الفنكشنز حسنا حسنا الآن هذه هي البروبرتيز أو الاتريبيوتز وأيضا الميثودز أو الفنكشنز التي تتعامل مع البريك لنبدأ بـ O2PageBreak هذا هو الكود الخاص بنا لنقم بإضافة خط سنحدد الفاميلي لأننا نريد إضافة نص style سيكون فارغ size سيكون مثلا خمسة وعشرون مثلا فاميلي ستكون times times بهذا الشكل لا يهمنا الخط حاليا لأننا لو نتحدث عنه الآن فقط نريد إضافة نص في الصفحة مثلا محمد بهذا الشكل سنضع هذه القيمة للبروبرتي سنضع هذه القيمة للبرامتر المدعو تكست نقوم بإنشاء الملف تمام نفتح الملف هذا هو ملف الفيديف بهذا الشكل حسنا الآن سأقوم بكتابة نص من هنا إلى أسفل الصفحة لننظر تمام باقي شوي ننظر رح نلاحظ أنه حصل عندنا break للبيج أو عملية انتقال لصفحة أخرى في حال عجم كفاية الصفحة الحالية هذا هو البريك إذن ما هي وظيفة البروبرتي التي تدعى او تو بايج بريك بهذا الشكل في الأول سنقوم بطباعتها والقيمة الافتراضية ستكون true نقوم بطباعة نعم القيمة الافتراضية true يعني أنه يقوم بالانتقال من الصفحة الحالية للصفحة الأخرى بشكل تلقائي في حال وجد أن الصفحة الحالية لا تتسع للمحتوى الذي يقوم بوضعه إذا قمنا بتغيير ذلك إلى false سيختلف الأمر وستلاحظ أن النص سيستمر للأسفل إلى الهامش الخاص بالصفحة الأولى وأيضا يتخطى ذلك إلى أن يختفي لن يذهب لصفحة جديدة نقوم بتجربة ذلك من ثم نقوم بفتح الملف وسنجد هذا الأمر كما تلاحظ نزل للهامش وأيضا نزل للأسفل واختفى هذه هي وظيفة OtoPageBreak تحدد ما إذا كانت عملية الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشيء الآخر هو setUtoPageBreak لنقوم بحذف هذه البروبرتي ونقوم باستخدام المثل setUtoPageBreak بهذا الشكل هذه المثل تأخذ مننا اثنان بارامترز الأول هو oto إذا نريد أن يكون الbreak أو الانتقال من الصفحة الحالية لصفحة جديدة تلقائي أم لا إذا وضعنا true سيكون نعم إذا وضعنا false سيكون لا لذلك سنقوم بوضعه true بعد ذلك المرجن لنقوم بوضعه واحد نقوم بإنشاء الملف نظر إليه ستلاحظ أنه يقوم بعمل break قبل الأخير قبل نهاية الصفحة بواحد بقيمة واحد لأننا وضعنا هنا واحد لو وضعنا 10 10 سيقوم بعمل break للبيج أو للصفحة قبل أن تصل أو تتخطى العشرة كمرجن بهذا الشكل إذا وضعناه مثلا خمسين ستلاحظ الفرق ننظر للملف ستلاحظ أن الbreak حصل عندما وصل المحتوى للمرجن والمرجن هو عبارة عن خمسين بهذا الشكل إذا وضعناه آخر شيء 100 سيقوم بإبقاء 100 كمرجن سفلي و يقطع النص أو ينتقل لصفحة جديدة في حال وصل المحتوى إلى المرجن السفلي وهو 100 بهذا الشكل هذه هي وظيفة ست أوتو page break الشيء الآخر هو well page break وهو عبارة عن سؤال well page break حسنا سنقوم باستخدام نصف هذا النص بهذا الشكل ونترك النص نقوم بإنشاء الملف ننظر لمحتوى الصفحة من الواضح أننا لم نترك النص تركنا أقل من النص تقريبا نقوم بإعاجة إنشاء الصفحة ننظر للمحتوى تمام طيب الميثود التي اسمها well page break تأخذ منك parameter وهو height وإن وإنت في هذه الحالة تسأل وتقول إذا أنا أدخلت عنصر أو محتوى طوله خمسين فهل فهل سيكون طويل لدرجة أنه سيصل للمنطقة التي يجب فيها الانتقال لصفحة جديدة أم لا إذا إذا كان الطول خمسين بهذا الشكل من الواضح أنه باقي أنا عندي مسافة لذلك خمسين رح يديني false طبعا يعني أنه البيج ما رح تسوي break أو ما رح تنتقل لصفحة جديدة لأنه الطول خمسين لا يصل ل المنطقة التي يجب الانقطاع فيها أو عمل صفحة جديدة حسنا ما طبع أي شيء لأنه إحنا ما سوينا print لازم نسوي print لأنه هذه المثود تعيد true أو false نقوم بتشغيل ال python وسنجد أن الإجابة false إذا وضعت عنصر طوله خمسين الصفحة لن تعمل break أو لن تنقطع أو لن تقوم بالانتقال لصفحة أخرى إذا وضعت عنصر طوله 150 بهذا الشكل قمت بتشغيل python يعطيني false لأنه باقي ما وصل للمنطقة الحرجة أو المنطقة التي سيتم قطع فيها المحتوى لنفترض 250 بهذا الشكل شغل راح يعطيني true العنصر اللي طوله 250 عندما تضع هنا في هذه الصفحة هذه الصفحة حاليا لا تسع أو لا تتسع للعنصر الذي طوله 250 أو المحتوى الذي طوله 250 لذلك سنضطر لعمل break للبيج والانتقال لصفحة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة